إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نزلت الفيديو ده حضرتكم من حوالي ثلاث شهور أو أربع شهور وكان العنوان فوائد الصابون الزراعي أو الصابون البوتاسي وطريقة استخدامه فجاني حضرتكم سؤال عن الفيديو ده هل يمكن إضافة اليوريا مع الصابون الزراعي مع المبيد الحشري لشجرة البرتقال؟ الإجابة المختصرة حضرتكم ما ينفعش والإجابة بالتفصيل لازم نعرف إن السماد اليوريا ده سماد أرضي يعني بيتحط في الأرض مش ورقي وعلشان نحاوله ورقي حنحتاج مية كتير يعني شجرة البرتقال دي لو متوسطة حتحتاج 15 جرام يوريا والمفروض إن إحنا بنحط لكل لتر مية 1 جرام يوريا فعشان ندي الشجرة دي 15 جرام يعني محتاجين 15 لتر من المية طيب 15 لتر دول من المية يحتاجه قد إيه من الصابون الزراعي وقد إيه من المبيد الحشري كل لتر بيحتاج 10 ميلي من الصابون الزراعي طيب 10 ميلي في 15 لتر هنحتاج 150 ميلي من الصابون الزراعي طيب من المبيد كل لتر بنحتاج ميلي من المبيد فالشجرة نفسها كتير عالية يعني إحنا لو حتاجنا لتر مية للشجرة فحيحتاج ميلي 1 من المبيد الحشري و10 ميلي من الصابون الزراعي فبالطريقة دي حضراتكم اليوريا مش هينفع مع المبيد الحشري والصابون الزراعي ولكن في حضراتكم بقى حاجات مخصوصة للرش الورقي ممكن نستخدمها كمان فيه NPK ورقي ممكن نستخدمه أما اليوريا ما ينفعش وفي النهاية نتمنى أن الفيديو يكون على بحضراتكم وإن شاء الله تستطيعون في الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة